قد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن حلف النيتو يظهر طبيعة عدوانية تجاه روسيا وهو ما يثبت صحة قرار روسيا بشأن البدء العملي العسكرية في أوكرانيا أضف بيسكوف أن انضمام أوكرانيا إلى النيتو سيشكل خطرا كبيرا على موسكو يواصل النيتو إظهار طبيعته العدوانية التي تحدثنا عنها حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من الواضح أن النيتو يواصل خطته الهادفة إلى ابتلاع أوكرانيا وضمها إلى الحلف تحدث رئيسنا فلاديمير بوتين أيضا عن هذا التهديد المعتمل قبل وقت طويل من بدء العملية في أوكرانيا